موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب الصف الأول الثاني نستكمل مدرسنا في مدى الرئيديات اليوم بنكمل الوحدة الثالثة اللي هي التحويلات الهندسية درس اليوم بعنوان التماثل درسنا فيما سبق إزاي نرسم صورة ناتجة عن الانعكاس والدوران والإزاحة وغيرها من التحويلات الهندسية في درس اليوم هندرس إزاي نحدد محاور التماثل والتماثل الدوراني للأشكال الثنائية الأبعاد والأشكال الثلاسية الأبعاد المفرضات اللي معانا في درس اليوم التماثل التماثل حول محور محور التماثل التماثل الدوراني مركز التماثل ردبة التماثل مقدار التماثل وأخيرا التماثل حول مستوى التماثل في الأشكال الثنائية الأبعاد يكون الشكل متماثلا إذا وجد إنعكاس أو إزاحة أو دوران أو تركيب إزاحة وإنعكاس ينتج عنه صورة منطبقة على الشكل نفسه أحد أنواع التماثل هو التماثل حول محور تعالوا نشوف الموضوع هذا لو أنا عندي صورة بالشكل ده واضح إن الشكل مقصوم إلى جزئين عن طريق خط بالمنتصف الخط ده بسميه محور التماثل لأن الشكل الأعلى والشكل الأسفل هما شكلين متطابقين تماما يبقى المحور اللي في النص ده بسميه محور تماثل لأنه جسم الشكل إلى جزئين أو إلى شكلين متطابقين تماما يعتبر الشكل وصورته عن طريق الإنعكاس فيعتبر الشكل ده متماثل حول محور تماثل يبقى نقدر نعرف التماثل حول محور الشكل الثناء الأبعاد يكون متماثلا حول محور إذا كانت صورته النتيجة عن إنعكاس حول مستقيم ما هي الشكل نفسه ويسمى هذا المستقيم محور تماثل تعالوا نشوف أسئلة أو أمثلة لنوضح الجزئية دي مثال من واقع الحياة لتعيين محاور التماثل مخلوقات بحرية بيّن ما إذا كان يبدو لصورة المخلوق البحري محور تماثل أم لا وإذا كان كذلك فارسم محاور التماثل جميعها وحدد عددها في كل مما يأتي عندي ثلاث صور الصورة الأولى هل الشكل ده محور تماثل أم لا أكيد لو أنا جسمته من المنتصف بخط هيكون الشكل اللي على اليمين والعليسار متطابقين تماما فيعتبر له محور تماثل نعم لصورة هذا المخلوق محور تماثل واحد كما في الصور طيب الصورة التانية لو إحنا عملنا محور تماثل من كل طرف من الأطراف أو خط مستقيم من كل طرف من الطرف أينتج شكلين متطابقين على اليمين وعليسار يعني يعتبر ده لخمس محاور تماثل يبنعم لصورة هذا المخلوق خمس محاور تماثل كما في الصور أما الصورة الأخيرة ليس له محاور تماثل لأنه لا يمكن قسم الشكل إلى جزئين يكون اليمين واليسار أو الجزئين متطابقين أنتقل لمثال آخر بينما إذا كان للشكل محور تماثل أم لا وإذا كان كذلك فرسم محاور تماثل جميعها وحدد أعدادها في كل مما يأتي عندي هنا ثلاث أشكال هندسية الشكل الأول متوازل أضلاع طبعا ليس لمتوازل أضلاع محور تماثل لأن لو أنا كسمت من رأس للرأس وطويت الشكل حول محور تماثل أو حول الخط المستقيم اللي بالنص لا ينطبق الشكلين على بعض فيعتبر متوازل الأضلاع ليس له محاور تماثل الصورة الثانية ده يعتبر خماسي منتظم له محور تماثل واحد كما في الصورة الصورة الأخيرة ده مثلث متطابق الأضلاع طبعا مثلث متطابق الأضلاع له ثلاث محاور تماثل كما في الصورة هناك نوع آخر من التماثل هو التماثل الدوراني طبعا نحن لسا لحد لوك في الأشكال ثنائية الأبعاد التماثل الدوراني يكون للشكل الثنائي الأبعاد تماثل دوراني أو تماثل نصف كطري إذا كانت صورته الناتجة عن دوران بزاوية من صفر إلى تلتمية وستين درجة حول مركزه هي الشكل نفسه ويسمى مركز الدوران في هذه الحالة مركز التماثل أو نقطة التماثل يعني لو أنا عندي مربع كما في الصورة الأخيرة له تماثل دوران لأن الدوران بزاوية قياسه 90 أو 180 أو 270 أو 360 ينتج عنه الشكل نفسه وهنا يعتبر النقطة مركز هذه تعتبر مركز الدوران أو مركز التماثل طيب هنا في حاجة اسمها ردبة التماثل ومقدار التماثل تعني نتعرف عليها مع بعض يطلق على عدد مرات التي تنطبق فيها الصورة صورة الشكل على الشكل نفسه في أثناء دورانه من 0 إلى 360 اسم ردبة التماثل أما مقدار التماثل أو زاوية الدوران في قياس أصغر زاوية يدورها الشكل حتى ينطبق على نفسه يعني المربع ده كم مرة ينطبق على نفسه في أثناء الدوران ينطبق عند دوران بزاوية قياسه 90 أو 180 أو 270 أو 360 يعني هنا ردبة التماثل أربعة طيب لو أنا عايز أجيب مقدار التماثل مقدار التماثل واضح من الرسم ليه؟ لأنه أصغر زاوية من زاوية الدوران هي 90 درجة اللي هي ينطبق فيها الشكل على نفسه فيعتبر زاوية الدوران هنا كم أصغر زاوية دوران كم 90 درجة فمقدار التماثل يساوي 90 للمربع طيب في علاقة بين ردبة التماثل ومقدار التماثل أين؟ تعني نشوف مقدار التماثل يساوي ناتج قسمة 360 على ردبة التماثل يعني في الشكل على ردبة التماثل الدوراني كانت أربعة طلع مقدار التماثل 90 ليه؟ لأن 360 لو أنا جسمتها على أربعة تطلع 90 ففي أي مثال لو أنا عرفت ردبة التماثل أقدر أعرف مقدار التماثل تعني نشوف أمثلة عشان نوضح أكثر تعني ناخد مثال عشان نوضح التماثل الدوراني حدد أو بين ما إذا كان للشكل التماثل الدوراني أم لا وإذا كان كذلك فعين مركز التماثل وحدد ردبته ومقداره في كل مما يأتي الشكل الأول ستاسي منتظم الشكل الثاني مسلس قائم الشكل الثالث شكل هندسي طبعا الستاسي منتظم له تماثل دوراني أم لا لو إحنا دورنا الستاسي بزاوية مثلا قياسه وستين درجة هل هينطبق على نفسه؟ نعم هينطبق على نفسه إحنا ممكن نوضح شيء أي مضلع منتظم أو أي شكل منتظم له تماثل دوراني ردبته تساوي عد الرؤوس يعني ده ستاسي منتظم يبقى له تماثل دوراني مباشرة عدد رؤوسه هنا كام؟ ستة، يبقى ردبة التماثل هنا ستة طالما عرفت ردبة التماثل أقدر أجيب مقدار التماثل لأن مقدار التماثل عبارة عن 360 جسمة ردبة التماثل ردبة التماثل هنا 6 يبقى 360 جسمة 6 هتساوي 60 درجة يعني مقدار التماثل هنا 60 أما مركز التماثل تعالى نبص مع بعض على الشكل هذا الشكل السداسي دي كلها أقطار الأقطار تتقطع في نقطة واحدة تسمى مركز التماثل يعني لو أنا دورت السداسي بزاوية قياسه 60 درجة ينطبق على نفسه يبقى هنا ممكن نستنتج إن نعم للسداسي المنتظم تماثل دوراني ردبته 6 ومقداره 360 جسمة 6 تساوي 60 ومركز التماثل هو نقطة تقاطع أقطاره الشكل اللي بعده طبعا المثلث قيم لا ينطبق على نفسه لو أنا لفيته بأي زاوية من 300 من 0 إلى 360 يعني ليس له تماثل دوراني يبقى هنا ليس له تماثل دوراني المثلث القيم ليه لأنه لا يوجد زاوية أو زاوية دوران بين 0 و 360 ينطبق فيها صورة المثلث القايم الزاوي على نفسه طيب الشكل الأخير الشكل الأخير بص معي كده لو إحنا دورناه بزاوية قياسه 180 درجة هينطبق على نفسه يبقى يعتبر له تماثل دوران لو أنا لفيته بزاوية أخرى 360 درجة هينطبق على نفسه يبقى ردبة التماثل هنا كم 2 يبقى له تماثل دوراني ردبته 2 طيب مقدار التماثل هكسم 360 على 2 هتطلع كم 180 يبقى له تماثل دوراني ردبته 2 ومقداره 180 طيب مركز التماثل هو نقط التقاطع قطرية القطر اللي هو الواصل بين الرأس الأولى هني والرأس الأخيرة اللي هو واصل بين الرأسين غير متتاليين أما التماثل في الأشكال السلاسية الأبعاد يمكن أن تكون الأشكال السلاسية الأبعاد أيضا متماسلة تعال نشوف التماثل في الأشكال السلاسية الأبعاد قد يكون التماثل حول مستوى يكون الشكل الثلاث الأبعاد متماثلا حول مستوى إذا أمكن تقسيمه بهذا المستوى إلى شكلين متطابقين وفي هذه الحالة يسمى هذا المستوى مستوى التماثل يعني لو أنا عندي شكل نبص مع بعض كده ده شكل ثلاث الأبعاد أو مجسم عبارة عن متوازي مستوى أو منشور رباعي لو إحنا جسمناه مستوى من المنتصف كده هينتج أن الشكلين هيكونوا متطابقين فيعتبر المستوى اللي هو بيقسم الشكل هذا إلى شكلين متطابقين أو إلى نصفين متطابقين يسمى مستوى التماثل التماثل الآخر اللي هو التماثل حول محور أو التماثل الضوراني للأشكال سلاسية الأبعاد يكون الشكل الثلاث الأبعاد متماثلا حول محور إذا أمكن تدويره حول هذا المحور بزاوية بين 0 و 360 درج ليصبح كما كان في وضعه الأصل يعني لو إحنا بصنا للصورة المخروض ده أنا ممكن ألفه حول محور التماثل اللي هو محور الموجود بالمنتصف بأي زاوية ينطبق على نفسه فيعتبر ده له محور تماثل ناخد أمثلة لنوضح التماثل في الأشكال سلاسية الأبعاد بينما إذا كان الشكل متماثلا حول مستوى أو متماثلا حول محور أو كلاهما أو غير ذلك في كل مما يعدي منشور خماسي منتظم هذا الشكل هو مجسم على شكل حرف إل طيب الشكل الأول هو المنشور الخماسي منتظم طبعا لو إحنا جسمنا من المنتصف بشكل مستوي أو بسطح مستوي هينتج شكليين متطابقين أعلى وأسفل يبدأ له مستوى تماثل طب محور برضو هو لو إحنا دورناه بأي زاوية حول محور هينطبق على نفسه يبدأ له مستوى تماثل وله محور تماثل يبدأ هنا متماثل حول مستوى ومتماثل حول محور أما المجسم على شكل حرف إل مش متماثل غير حول مستوى كما واضح في الصورة ننتقل للنوع آخر من الأسئلة هي أسئلة الاختيار من متعد إذا أمكن تدوير شكل بزاوية أقل من 360 درجة حول نقطة وكانت الصورة مطابقة للأصل نقول عندئذ أن الشكل يحقق تماثل دوران لأنه تدوير بزاوية أقل من 360 درجة بين 0 و 360 درجة فأكيد الشكل له تماثل دوران ردبة التماثل الدوراني للشكل الخماسي المنتظم إذا أتفاجنا أي شكل أو أي مضلع منتظم له تماثل دوراني ردبته تساوي عدد الرؤوس يعني هنا خماسي منتظم يبقى من الردبة الخمسة مقدار التماثل الدوراني للشكل الخماسي المنتظم يساوي إذا أتفاجنا مقدار التماثل يساوي 360 على ردبة التماثل طب هنا ردبة التماثل للخماسي المنتظم 5 يبقى مقدار التماثل 360 جسم 5 تساوي 72 درجة سؤالному الآن بنفس الطريقة بالضبط ردبة التماثل الدوراني للشكل الثماني المنتظم هي الردبة الثامنة مقدار التماثل الدوراني للشكل الثماني المنتظم 360 جسم 8 45 سؤال الأخير مقدار التماثل الدوراني لشفرات المروحة المجاورة يساوي طبعا المروحة الموجودة في الصورة لو انا لفيتها بزاوية مش عارفين زاوية كم طب احنا هنا ردبة التماثل كم يعني كم مرة المروح هتنطبق على نفسها تلات مرات يعني مرة حسب عدد الشفرات طب انا عايز مقدار التماثل هنا عرفت نحنا ردبة التماثل ثلاثة يبقى مقدار التماثل تلتمية وستين جسم الثلاثة هتساوي مية وعشرين درجة بكده يبقى احنا هنا الجزء الخاص بالتماثل الى لقاء اخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة